أقوى من القنابل وأسرع من صوت أزيز الرصاص تتصاعد حدة التطورات في غزة تطورات لم يبتعد عنها العراق بمواقفه الرافضة للعدوان وأن اختلفت بأشكالها والبقاء إلى حين فك الحصار غلق السفارة الأمريكية ببغداد أحدث ردة فعل للتيار الصدري على لسان زعيمه الذي جدد موقفه الداعم للقضية الفلسطينية في هذه الدعوة المباركة لسماحة السيد مقتدى الصادر في غلق السفارة الأمريكية وهي دعوة تنم عن قراءة أو موضوعية وتشخيص دقيق لطبيعة الأحداث ولطبيعة التحديات ومسار الأحداث على مستوى الدولي على مستوى الاقليم على مستوى المحلي هذا الأمر ضروري يثبت واليوم نحن بحاجة ماس لمواقف تاريخية بهذا الحجم على ثلاث مستويات سياسية ودينية وشعبية يعبر العراق عن ردوده إذا ما يحدث في غزة ردود ومواقف تحتاج وفق متابعين إلى توحيد في الطرح والفعل لإصدار ما يعكس عن وجهة نظر العراقيين في ظل توالي الأحداث ميدانيا العراق البلد الوحيد الذي عارض مشاريع التطبيع وعارض أيضا كل العلاقات الدبلوماسية وغير الدبلوماسية مع هذا الكيان لذلك يحتاج إلى موقف كبير ووحدة الصف العراقي اتجاه القضية الفلسطينية حقيقة لا تتحمل قراءات سياسية ولا أجندات سياسية لأن القضية هي قضية إسلامية وعروبية بحتة وتحتاج إلى موقف بهذا الاتجاه قلق وترقب ينتاب النجفيين بعد اجتداد العدوان وتطوره في غزة فعينهم الأولى على المآسي في القطاع منذ ثلاثة أسابيع وعين أخرى على توالي المواقف داخليا في ظل ما وصفوه بالضبابية المعتمة في الوقت الراهن من النجف محمد رزاق التغيير ترجمة نانسي قنقر